هو أحد أبرز نجوم كرة القدم على مر العصور فهو علامة فارقة في تاريخ الساحرة المستديرة جعلته يخلد اسمه عالياً في سماء الكرة باعتباره أحد أبرز المواهب التي أنجبتها بلد الصبا إنه رونالدينيو الساحر الذي ألهب مشاعر الملايين عبر العالم بأدائه الأسطوري منذ انطلاقته في جريميو ومروراً بصولاته وجولاته في أوروبا من موابة باريسان جرمان برشلون وميلان لكن يبدو أن هذا النجم يوجه مشاكل مادية كبيرة في بلده الأم وهو مكشفة وسائل إعلام برازيلية فالونالدينيو يأين تحت وطأة الديون إلى الحد الذي دفع سلطات بلده ليس إلى منعه من السفر وسحب جوازيه المحلي والإسباني فقط بل ومصادرة سبعة وخمسين عقاراً في ملكيته كما أن الأمر طال شقيقه ومدير أعماله الذي منع أيضاً من مغادرة البرازيل فالشقيقان غير قادران على سداد غرامة مالية تبلغ قيمتها نحو مليوني يورو بعد صدور حكم قضائي نتيجة مخالفة شركتهم العقارية لقواعد الإنشآت قبل نحو أربع سنوات وأيضاً خرق قواعد البيئة أولاً لم ينتهي الأمر عند هذا بل أفدت مصادر إعلامية أن سلطات الضرائب البرازيلية لم تجد سوى دولارات معدودة في حساب رونالدينيو البنكي وهو الذي كان راتبه بملايين دولارات في عز مجده وتألقه فسوء التدبير أفضى بالظاهر رونالدينيو إلى السقوط من برجه العاجي كأحد أساطير الكرة والدخول في دوامة الديون التي جعلت هذه المرة عاجزاً عن مغادرة البلاد ومن سخرية الأقدار يأمل محامور رونالدينيو إلى استعادة جواز موكلهم الإسباني باعتبار سحبه غير قانوني ليبقى ذلك الخيط الرفيع الذي قد يمكنه من السفر خارج البرازيل والهروب ولو مؤقتاً من شبح السجن وهو الذي لم يعرف سابقاً في الملاعب إلا لغة واحدة الوجوم ودك حصون خصون